الأخ محمد من قماطة قال عندي مهر مؤخر لزوجتي قديم من 71 أو 70 فيقول كيف بنوفيه الآن؟ نقول للأخ محمد وهذا سؤال شائع جدا طبعا والحاجة الذي ينبغي أن ننبه إليه أن المهر المؤخر هو حق للزوجة حق للزوجة ينبغي أن يدفعه الزوج إليها مدى به مباشرة بعد الزواج مش زي ما في عرف الناس لين يموت ولا يطلق باش يقولوا نبهوا المهر لا المهر حقها من عقد الزواج المؤخر إذا اتفق على تحديده أنه بعد سنة أو بعد سنتين فتستحقه بعد مضي الأجل ولو أعطاه لها قبل الأجل أفضل يعني ينظف نفسه من البداية لكن لا يجوز أن يعقد على أجل مجهول زي ما يحصل عند بعض الناس يقول المهر مؤخر تستحقه بأقرب الأجلين الوفاء ولا الطلاق يعني كانت توفى قبل ولا كان طلق قبل الوفاء تستحق المؤخر هذا جهالة في المهر تفسد العقدة قبل الدخول يلغى العقد هذا وبعد الدخول يصححه بمهر المثل يصحح العقد لكن بمهر مثلها من النساء معدش يشبه للمهر اللي كتبه هذا فلذلك ينبغي أن يحذر المأذونون الشرعيون من قصة الأجل المجهول لابد أن يكره الأجل الطويل عشر سنين وعشرين سنة مكروه الأولى أن يكون أجلا قصيرا كان فيه تأجيل لأن الأصل في المهر أنه كل مع بعض لكن يجوز تأجيل بعضه لكن يكون لمدة مش طويلة مش لأجل طوي وينبغي للزوج أن يؤدي هذا الحق لزوجته بعض الناس يكتبوا قبل بالليرة الذهبية وبعضهم يكتبوا بالدينار اللي يكتبوا بالدينار لا يجب عليها أن يدفع إلا الدينار الموجود فكان هو كتبين في المهر تلتمية يعطيها تلتمية وكان بيزيد هو خمسمية زي ما قال هذا تفضل وكرم منه بارك الله فيه لكن إذا كان كتبين ليرة ذهب ما يقولش والله كانت ليرة الذهب في ذلك الوقت تساوي يعني مبلغا زهيدا والآن تساوي مبلغا كبيرا لا إذا كتبوا ليرة الذهب بيعطيها ليرة الذهب أو قيمتها الآن وقت السدات لما بيعطيها توا يعني يعطيها الذهب أو قيمتها الآن في الوقت الحاضر إذن الأخ محمد مدام منصوص تمشي ترجع للعقد تشوف المهر المؤخر شين مكتوب إذا كان المكتوب بالدينار الليبي فيجب عليك أن تدفع هذا المهر بالدينار الليبي وإذا كان المكتوب ليرة الذهبية إما أن تدفع لها الليرات الذهب أو قيمة صرفها الآن في سعر السوق كم تساوي بسعر السوق الليرات هذه ويعني ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر حتى مثلا مرات يتوفى الزوج يحرم المرأة من المهر المؤخر المهر المؤخر يعطى أول ما يعطى من الديون المهر متاع المرأة يعني قبل ما يجوي قسمه تلك يشوفه الديون من ضمن الديون بل أول الديون هو مهر زوجته فيعطوا المهر ويعطوا الديون اللي يبوها من الناس ويشوفوا كان أوصى بشيء في مدونة ثلث بعدين يمشوا لي الميراث بعد ذلك إن فضل شيء كان مفضلش خلاص